حقيقة تدخلات الدولية وتدخلات الجانبية كانت متوقعة منذ أن انفصل السيد الحلبوسي عن البرلمان وهذا حقيقة أمر معروف عن الإطار التنسيق وعن الأحزاب السياسية جميعا المرتبطة بالعملية السياسية وكأنه كل واحد منهم يبحث عن مصالحه الحزبية ويبحث عن مصالحه الشخصية بالحقيقة لو اعتمدنا المعايير الوطنية الحقيقية الكفاءة والنزاهة والمهنية والأداء السياسي المتميز لا يمكن أن تحصل أي خلافات أو أي تخالف على اختيار رئيس لمجلس النواب هذا إذا ما بضعنا المصلحة الوطنية في المقدمة لكن للأسف الأحزاب السياسي المشتركة بالعملية السياسية عادة تضع مصلحة أحزابها ومصلحاتهم ومصالحهم الشخصية في المقدمة وهذا أمر حقيقة مخجل نعم إيران تتدخل في كل مرة هذه ليست المرة الأولى عادة إيران تسعى جاهدة إلى أن تضع الرجل التي يناسبها في المكان المناسب وخاصة مناصب من هذا النوع رئيس البرلمان منصب مهم جدا وبالتالي إيران تسعى أن يحصل توافق على شخصية سنية يتوافق مع الإطار التنسيقي وبالتالي يتوافق مع رؤها ومع تطلعاتها ومع نظرتها لمستقبل العراق أو مستقبل العملية السياسية بالأيام المقبلة هذا جانب وأتوقع كثيرا أن تتمكن إيران من هذا التدخل وسوف يتم ترشيح شخص تتطابق رؤياه مع رؤى الإطار التنسيقي إذا ما تم الاتفاق على هذا الموضوع فأنا أعتقد السيد محسن المندلاوي سيستمر في هذا المنصب إلى حين انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب كما هو المعتاد في الأحزاب السياسية المرتبطة بالإطار التنسيقي سبق وأن بقت وزارات شاغلة لسنين طويلة لم تحصل عليها توافقات سياسية أستاذ محمد البعض يقول أن المالكي تعهد لمحمود المشهداني بالدعم لماذا يريد الإطار منح رئاسة البرلمان إلى العزم رغم أنه المنصب من حسب التقدم السيد المالكي يبحث عن شخص تتطابق رؤياه مع رؤيته ويتوافق مع الإطار التنسيقي السيد محمود المشهداني تربطه علاقات وثيقة بالإطار التنسيقي وعلاقات أيضا مع السيد المالكي وبالتالي سيتمكن الإطار التنسيقي من فرض رؤياه وفرض إرادته على السيد المشهداني كما هو معلوم السيد المشهداني ليست جديد على هذا المنصب سبق وأن تبوأ هذا المنصب وكان حقيقة يتوافق مع الإطار التنسيقي بكل ما يراه ويتوافق مع الأحزاب المختلفة أو المرتبطة بالعملية السياسية أو المرتبطة بإيران كما هو واضح